كما تعلمون أنه لكل ثورة ثورة مضادة والثورة المضادة هي التي تعمل من أجل إعادة الأمور إلى الحقبة التي سبقت للثورة فهناك ثورة مضادة لديها جانب إيجابي وهناك ثورة مضادة لديها جانب سلبي وهي التي حدثت عبر التاريخ منذ الثورة الفرنسية في عام 1789 حيث حدث مثل هذا الأمر وحدث في النمسا وحدث في بريطانيا وحدث في كثير من الدول وفي عصرنا هذا حدث في عدة دول شهدت هذه الثورة هناك من يريد أن يعود إلى الحقبة التي سبقت الثورة الشعبية سواء من خلال استعادة زمام المبادرة أو زمام الأمور أو زمام السلطة إلى الفئة التي سقطت أو هناك من يعمل أيضا من أجل استعادة المسار الدستوري الذي كان قائما في البلاد وإن كان ربما بوجهات ثورية أخرى إذن الثورة المضادة ليست دائما سلبية وليست دائما إيجابية أو وفق الهدف الذي ترنو إليه فإن كانت مثلا تريد العودة إلى ما قبل الحقبة من خلال استعادة طرف معين للحكم فهذا شيء آخر وإن كان الثورة المضادة من أجل استعادة الدولة لمسارها وفق الشرعية الدستورية أو الشرعية التي كانت قائمة أو الشرعية القانونية فهذا شيء آخر أيضا لكن هذا المصطلح الذي تحدث كثيرا عنه علماء السياسة غالبا ما يجري الإكثار منه في إطار جانبه السلبي فقط وهو أن الذين أسقطتهم الثورات الشعبية التي دائما لا يمكن أن تنتصر إلا إذا كان دعمتها قوى معينة في الداخل وتتمثل غالبا في الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أيضا في الخارج إن أعطتها الدعم سواء كان الدعم السياسي أو الدعم الدبلوماسي أو الدعم حتى الدعم العسكري فهذه الحالة دائما تنتصر الثورة